بنواصل رحلتنا رحلة الميلاد من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة مدينة أورشليم القدس في مدينة القدس كل من كان ينظر من جبل الزيتون كان يرى أبنية الهيكل والهيكل كان يعتبر أهم مبنى لليهود في العالم القديم حيث كانوا يقدمون الذبائح والعبادي وأيضا الأعياد ممارسة المناسبات والأعياد طبعا بعد ما ولد المسيح في بيت لحم مكتوب بعد ثمن أيام كان لازم يختن الصبي وهذه العادي ابتدأت من أيام إبراهيم كعلامة للعهد وأيضا ختم لهذا العهد أنه أصبح جزء من شعب الله فختنوا الصبي يسوع وعند الاختتان طبعا سمي باسمه كما تسمى من الملاك يسمى يسوع أي يهوى يخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وعادة الاختتان أيضا شدد عليها في شريعة موسى أيضا أنه كل ذكر في اليوم الثامن لازم يختتن طبعا يسوع المسيح جاء لا لينقض النموس بل ليكمل فالنموس يشير إلى يسوع المسيح وبالواقع يقول الكتاب أنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا تحت النموس فالمسيح ولد تحت النموس ليفتدي الذين هم تحت النموس أيضا يسوع أيضا هو الوحيد اللي تمم وطبق النموس بالكامل يعني الشخص الوحيد على الأرض كان شخص كامل وطبق النموس الكامل بالواقع هو حمل لعنتنا على النموس إذ صار لعنة لأجلنا يقدم لنا البركة ويقدم لنا الشفاء الإلهي أيضا وأيضا تحت النموس ليفتدي لكي يقودنا إلى الحرية لنصبح شعب الله أولاد وبنات الرب موسيقى